علي من عمان يسأل عن معنى تصفيد الشياطين في رمضان و يسأل يقول هل فعلا جميع الشياطين تصفد أم أن هناك جنس من الشياطين تصفد أخي علي بارك الله فيك صحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في فضائل شهر رمضان و في خصائصه و مزاياه قال وتصفد فيه الشياطين وتصفد فيه الشياطين و لدينا مجموعة أحاديث فيها التعبير عن مردة الشياطين أو مردة الجن و لذلك العلماء أجابوا فقالوا بأن الذي يصفد في رمضان هي مردة الجن المردة هؤلاء العتات هم الذين يصفدون أما القرين أما الشياطين و القرين الذي مع الإنسان فهذا لا يصفد هذا لا يصفد و لذلك أحيانا تجد بعض الناس يعصلنا في رمضان السبب في هذا قوة مادة الشر و المعصية في نفسه التي جعلت الشيطان أيضا يسول له مثل هذه الذنوب و الآثام و لذلك ربنا جل وعلا أعاننا على الصيام و يسر لنا موضع الصيام و لذلك الوساوس و الواردات و الخواطر الخطيرة هذه الله عز وجل حبس الشياطين المردة و على الإنسان أن يستقبل هذا الشهر بالإخلاص و بالعمل و بالرغبة في الطاعة و لا يستجيب لداعي الهوى و الشيطان فربنا جل وعلي يسر له حتى أن الله تعالى يغلق أبواب النيران في رمضان و يفتح أبواب الجنان نسأل الله تعالى رزقنا و إياكم الجنة